طبعا بقى نيجي هنا لشابتر 2 اول حاجة احنا كنا نهيين القصة دي وإحنا بنقول ان خلاص بقى الزباط دول دخلوا عند بيت جو علشان يشوفوا المجرمين وطبعا لحسن الحظ كان بالنسبة لبيبي حاجة حلوة جدا عشان يسفتير اللي سرقها والحاجات اللي خدها طبعا دول عملوا على نغوشت يعني الناس اللي كالجاية تاخد العشق طبعا تلوقتي هنبدأ شابتر 2 بقصة جديدة خالص يلا نبدأ اول حاجة كده ان اصلا اللي هما الجنود دول كانوا بيجروا ناحية المرشيز وبعد كده شافوا اتنين من الرجالة مش بس كده ده الاتنين من الرجالة دول كانوا هما الاتنين بيتخنقوا يا محاسن الصدف ده حظهم حلوة اوي تخيل كده تكون بتدور على حاجة وهتموت عليها واتليها قدامك حين السجان دول هما الاتنين لما كانوا بيتخنقوا الجنود بقى ايه رح تسلكت ما بينهم هما الاتنين وبعدين اللي هوا كشاف بقى نور عليهم كشاف نور رح الوقت بيب ده افتكر انه هوا شاف واحد منهم وافتكر انه هوا كان مساعده في يوم من الايام دين هوا اكتلع عصيل وما كانش عايز يقول اصلا الجنود اللي هوا لقاهم فين ولا كمان ساعد حد منه الراجل اول لما شاف واحد منهم رح بصله بصة طويلة كده ببداية العمر ما هنساها ورح قال هوا قال انا عايز اقول حاجة انا اللي سرقت اعرف اللي هو انا اللي خلت الجبنة انا اللي سرقت الاكل بتاعك وكمان سرقت ممرت الحدد منك قال له كمان انا كمان اللي كلت الفتيرة باللحمة فاكرها رح جوه بصراحة طلع اصيل وقال له you are welcome we don't want you be hungry احنا مش عايزينك يا عم تكون جعان اهم حاجة سلامة كرشك والراجل ده بصراحة طلع طيب ورد عليه رد كده عفو جدا جدا وبعدين الراجل دور وشه وخلاص البويس بقى خده على اللي هي السفينة اللي سجناء السودة وخلاص مشي بيهم وبعد كده قاعد يمشي يمشي والكشاف يقل الحد لما اختفه وبعد كده بعد مرور سنة الواد طبعا بيب ده قاعد يعمل اللي هو الاعمال بتاعته وبيساعد بقى الجرام بتاعته وبيقوم بالاعمال وكل ده ان هو كمان كان بيروح لمدرسة القرية كان بيروح لوحدة كده كحيانة عجوزة كانت بتعلمه ولكن الفضل كله يرجع لحفيدتها اللي هي كانت معاه بيقول ان حفيدتها دي لولا من فضلها هي انا ما كنتش زماني ولا بعرف اقرى ولا بكتب وبده كان قاعد كده جنب النار وساعتها كان بيمارس وبيكتب طبعا الواد بيزاكر طبعا شايفين يا بتوعي السنوية العامة الواد بيزاكر روح يا جنتي كمان كده يا وليا شوفه مستقبلك وزاكر راح جوز اخته بقى ده اللي هو اسمه جو قال له انت تعرف يا بيب انت فعلا حد زكي جدا وحد شاطر قال له هو انت عمرك يا جو رحت المدرسة قال له بصراحة انا بابا ما كانش خالص بيوديني او يسمح للا انا روح المدرسة بس ان هو كان عنده قلب طيب وهو كمان علمني ازاي اكون حدات وبعد لما مات انا قابلت اختك هي كمان ست طيبة وبنت حلال وتستاهل مع ان انا شايفها حربوقة يعني طبعا اللي هو قاعد يشكر اخته وان هما الاتنين قاعدوا يشكروها وقال ان هو بصراحة انا اتمنى لبيت اختك الحربوقة دي انها كمان تكون حنينة عليك وان هي تبطل تضربك اخته الحربوقة تسكت رح الجادة ع السيرة وطبعا الواد بيب ده علشان هو يتيم وطبعا اخته الحربوقة دي مستغلية الموج فقالت طبعا يا اخويا منت لازم تشكرني ولا كمان مش هتشكرني وهتكون ممتنة كمان للحاجات اللي انا بعملها لك الواد بيب ده طبعا عيد صغير وقال ايه انا مش فهم اي حاجة تقصت الولية الحربوقة دي امرت واحدة جديدة كده اسمها بيجيب حساسية الولية دي طلبت ان هي يكون عندها ولد صغير يلعب معها زي ماكون يعيني كاف محرومة من الخلفة ما تفهمش القصة بتاعتها ايه وطلبت ان هو من ابن عمه وطلبت ان هو يكون عندها ولد صغير وقالت له انت عارف ان الست دي كل الناس عارفين ان هي غنية وعندها قطمان نص كتير اوي 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 وانت لو رحت تلعب معاهم او انت رحت هتلم صروة كبيرة شايف اشيه هي دي الاخوات هي دي الاخوات اللي بتبع اخوها وهو كمان الولد ما كانش عايز يقول ايه هيروح ولا هيعمل ولا مش عارف يعمل ايه يعيني الوات زغنن قالت له على فاكرة انت لو ما رحتش انا خليك تعمل هنا بصة خليك تلحس الاسفلت هخليك تعمل بطريقة صعبة جدا وانت عارف هنا ان القرية العمل بتاعها كله صعب فاحسن لك روح كده من سكات طبعا عمه ده هو اللي الولية دي كلمته لما كان بيزورها قالت له ان هي عايزة قالت له ان هي عايزة ان حد يكون معاها ويقانسها في وحدتها وان هو يلعب مع الولية الزغنونة اللي عندها هي كمان وهم الاتنين يلعبوا وفعلا عمه خده ورح وديه بس هو هو بيوديه وقفه عند البوابة علشان هو عمه ده ما كانش مدعو ان هو يدخل الاصر بتاع الولية العجوزة دي فهو دخل واول لما فتحت لقى بيت جميلة امورة دخلته واول لما دخل لا ان البيت اصلا ضلمة كتير قوي وان ما فيش اصلا اي حاجة كله شمع ان هو شمع قليل جدا والستاير مغلقة وقال ايه ده هو البيت عامل كده ليه انت بقى قررت ان هي تطلعه على السلم وهي ايه طالعه بشمع يعني الراجل طالع ما فيش اي حاجة ستاير مقفولة شبابك مقفولة البيت مطرب بس كينه دخل يعيني طربة يا حبي تعينه فاول لما دخل بقى الغرفة دي لقى قولية كبيرة شعرها ابيض لابسة فستان ابيض تحس وشعرها ابيض وكل حاجة عندها بيضة وكمان الورد كمان اللي في القوضة عندها كان اصلا لدرجة الورد اللي هو بيقول عليه الورد كان دابلان واصلا كان ميت تخيلوا كده من كتر اصلا بس 6 عجوزة كان شعرها كمان مدي على اللون الابيض شوية على المصفرة فيه الناس العجوزة المعتقة دي هي بالزبط كده وكان كل حاجاتها بيضة الوضع يعاني تسرع يا حبي تومه تسرع يعني عن موقف اللي شافه فطبعا الولاية قالت له بيقول لك يا ولا يا حماد انت يا بيب انت تعال كده قاف قدامي وتعال انا عايز اشوفك فالوضع لاحظ وهو واقف لاحظ ان الساعة اصلا ما بتتحركش واقف على 9 و 33 29 ديئة يعني والساعة ما بتتحركش خالص بتقول له انت تعرف اللي موجود هنا راح قال لها اه قلبك قالت له لا يا اخويا مش قلبي انا قلبي مكسور قالت له انا قلبي مكسور وكمان تعبان جدا يلا العب معي فالوض حس انه هو هو بيلعب مش عارف يلعب اي حبي دعينه انا اصلا قطعت الخلف لو انا تخيلت المنظر بتاعها دا والوض مش عارف يلعب اي قالت له بقول لك ايه نادي على البت اللي برة دي اسمها اساتيلا ايه الاسماء الغريبة دي المهم يا اخويا البت اللي برا دي جات هي اصلا لما دخل قالت له تعالي لعبي معي فالبت اول ما شافته قلتلي العب معاك انتش يا جربوعد انت واد اصلا فقير جدا وكانت البت بتشتكي منه ورحت قالت له قلت لها انت بتقول له ايه يا وليه انا مستمعاك قالت له تعالي اقولك على حاجة بس طبعا من غير ما يسنع قالت له انت عارفة وتعملي ايه يعني انت تقدر اللي انت تستطيع تكسري قلبه دي جايبين الوادي هنا وما تفهموش ومهم هما الاتنين اللعب وكانت الولية دي بتشاهدهم في صمت غريب جدا 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 وهي البت بتاعب قيت له ايه دي يا راجل ده بص على ايدك كده وهي البت بتاعب قيت له ايه ده يا راجل بص على ايدك كده انت ايدك فضيع قوي ورجلك كمان مش حر واغلي يعني بص شكلها بشع والوادي تكسف وقعد طبعا يعيط قعد يعيط وهو اصلا مكسوف جدا انت خايل حد بيقولك انت ايدك كده مع الفنة ورجلك كمان فاتخايله بقى الموكف هيبقى حاسس ايه فرحيت الولية قيت له بقولك ايه يا اخويا ما تقول لي رأيك كده عن البت دي ايه رأيك فيها قال لها هي فخورة جدا من نفسها وامورة بس بصراحة هي البت وقحة قوي ولسنة طويل ورد قال كده يا اخويا ما تكسفش بعد كده قيت له توعدني اللي انت هتيجي خلال ست ايام تاني اللي هو قال لها خلاص تمام رحت البت بقى وصلته للباب ووصلته كمان للحديقة وتعالى نشوف هيحصل ايه تاني البت دي كانت عطوفة عليه وقيت له بص انت بقى شكلك كده وات غلبان وكحروت فانا قررت اللي انا هديلك بقى حب الطعام وحب تشرب اللي انت تشربهم الواد يعاني صعبت عليه نفسه لدرجة اصلا ان دماغه خلاص يعني خرجت من عينه وبعدين اللي هو بعد كده لما البت شافته انه هو خلاص بيعاية قالت خلاص احترم نفسي بقى شوية فقررت بقى اللي هي اه تبتسامله الواد اصلا راجع للبيت يعاني قلبه مكسور وقلبه واجعه وانه هو اصلا تعبان جدا جدا بس بصراحة عمه طبعا عند فدول يعرف هو اللي حصل بس مقالوش حاجة وكتب عليه وقالو ان الحياة بمبي وانت جنبك وانت جنبي وبصراحة الناس قامت معي باكرام الديف ولما كان هم اللي اتنين قاعدين هو وجوه لوحده حكالوا على كل حاجة قالوا ان فيه بيت كانت كويسة وان هي بقى بص خلاص بيت جنب ده بصراحة بس قعدت تقول بقى اللي انا رجلي وسخة واللي انا ايدي مش عارفة ايه وحاجات كتير اوي معر بالحرك كبير اوي اول حاجة جو قال له بقى ايه خلاص انسى بقى اللي حصل ما طبعا فيك 8 ناس جاية لهم قال له خلاص انسى اللي حصل وانسى بقى اللي حصل لك في حياتك وانسى الحاجات اللي حصلت بس انت تعرف اللي انت لازم تغير بقى ايه اه تاخد رست كده واللي انت تغير من حياتك واللي انت برضو تستمر في العمل اللي انت بتعمله ده كده الواد بقى قرر ان هو لازم يتعلم كويس جدا في المدرسة دي علشان يعرف ان هو يتعلم ويقرأ ويكتب علشان يحس ان هو اصلا بيمتلك حاجة في التعليم يعني يمكن دي تحس ان هو لما الواد تلاقيه شاطر يمكن تحن عليه وبعد ايام سوغنونة قرر ان هو بقى ايه خلاص الواد خد خوحق نتفيتامين وقال ان هو لازم يروح لبيدي دي علشان يسألها ان هي هل ممكن تساعديني اللي انت تديني دروس كتير قوي علشان اتعلم القرية والكتابة بسرعة عشان المدرسة بتكون زحمة وكمان دوضاء وانا بحبهاش والبنت فعلا وفقت ورحبت ان هي فعلا تساعده ان هو على امل ان هو يكون بقى جنت المال وان هو يسيب الحياة الفقيرة دي والتعليم هو الحل الوحيد والسلاح اللي هو يقدر يمشي به وفي يوم من الايام وهو ماشي قابل جو وهو كان قاعد كمان مع راجل غريب جدا والشخص ده كانوا قاعدين هم الاتنين بيب ده رح بقصره كده بسط استغراب ولاحظ كمان حاجة غريبة جدا وان الشخص ده كان بيسأله بقى عن الطاقس وقال له انه هاردة الطاقس مش احسن حاجة وكمان فيه دباب كتير وكمان الشخص ده سأله قاله تعرف ان فيه ضباب كتير قوي وكمان تعرف ان فيه سفينة سجناء عند المستنقعات فطبعا جو رد بحسن نية جدا لان دايما المستنقعات بتكون هناك اصلا وحيدة ومحدش من الناس بيروحها بس الواد بيب لاحظ حاجة مهمة جدا لاحظ ان كمان ان الشخص ده عنده الحاجة اللي هو صربها من سنة لما خدها من جو ملف الحدادة ولا ان الشخص ده معاه بس اصلا ان هو كان بيشرب كوباية وجنبه الملف ده وجو ما كانش ملاحظ اي حاجة يا ترى اللي قاعد معاه تفتكروا تفتكروا بقى انتو اللي قاعد معاه ده كان واحد من الناس المسجونة وهرب التاني هنشوف بقى الكلام ده في شابتر سري